ونتحول إلى البورصات المصرية والتي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تبايناً حيث أنها اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء في حين مال التعاملات العرب والأجانب نحو الباية وقد سجل رأس المال السوقية مستوى 633 مليار و 400 مليون جنيه وذلك وسط دولات بلغت نحو ملياري و 900 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9,439 نقطة وأغلق عند مستوى 9,445 أو 43 نقطة مرتفعاً بنسبة 4 من 100 بالمئة وقد فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 عند مستوى 1778 نقطة وأغلق عند مستوى 1474 نقطة كما فتح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً عند مستوى 2629 نقطة ليغلق عند مستوى 2627 نقطة منخفضاً بنسبة 9 من 100 بالمئة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيهاً و69 قرشاً شراء و18 جنيهاً و80 قرشاً للبيع اليورو 19 جنيهاً و73 قرشاً شراء و19 جنيهاً و85 قرشاً للبيع الجنيه السريني سجل اليوم 22 جنيهاً و92 قرشاً شراء و23 جنيهاً و7 قرشاً للبيع وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتية 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع في حين وصل الريال السعودي إلى 4 جنيهات و98 قرشا للشراء و5 جنيهات وقرش واحد للبيع